الأسنان اللبنية طلعت خلاص عدنينا مرحلة التسنين على خير الأمهات لسه ما عندهش الصقوفة الكافية تتعامل مع الأسنان اللبنية بيبقى عندهم كده التفكير بتاع طب السنين دي حتوقع أهتم بيها ليه أخسلها ليه فحيك فهمنا بقى الأسنان اللبنية دي مفروض نتعامل معها زي اللي استهتار بالأسنان اللبنية ده طبعا الحقيقة واقع للأسف بين واجهه ساعات وإيضا للأسف مع بعض زملاء الأطباء البشريين اللي بيقولوا أنه ملاش لازمة وخليها مش حصلها حاجة لحد ما يجي بعد التبديل وخلاص وتخلصها كأكد الحقيقة لأ الحقيقة طبعا أنها مطلوبة علشان الطفل إيضاريها كل كويس ساعات طبعا لما بيبقى فيه تساوسات وكسور في الأسنان بالذات الأمامية ممكن تسبب في مرحلة الحضانة وما بعدها عبق نفسي على الطفل لأن أطفال معه سنانك عملك داري شكلها إيه الكلم ده كله طبعا صحيا على الطفل شيء كويس زي طبعا الأسنان اللبنية بتحفظ مكان عشان لما الجداد يجوا يطلعوا إلى مكانهم موجود وبفقدها بادري ممكن تحصل مشاكل تؤدي إلى الاحتياج لتقويم في المستقبل فهي ليها مميزات كتير طبعا وبالتالي لازم نحافظ عليها تتغسل بقى كم مرة المفروض بصي الداولي المعتمد أنهما يبقوا مرتين وده اللي احنا بنقوله والمرتين دول تبقى مرة بعد الفطار ومرة بعد العشاء هي الفكرة أنه بعد الوجبة ده شيء مهم لأنه قبل الوجبة احنا لو مثلا صحينا الصبح وعملنا ريف راشمت لبقينا كده وبعدين كلنا طب ما هو بقى فيه فضلات موجودة لكن هو برضو الحاجة اللي لازم نبقى عرفينها ومهمة جدا غير عملية التنظيف أن المشكلة الأساسية التي بتعمل مشاكل هي الأكل أكتر من التنظيف شخصية يعني فيه أنواع أكل معينة ممكن تضر الأسنان أكتر من غيرها؟ طبعا طبعا يعني أنا في العيادة يوميا بيجي طفل عنده مشكلة فالأب والأم بيقوله طب ما هو بينظف أما حصلت المشكلة ليه؟ فبتبع الإجابة ودي حقيقة فعلا أن الفكرة في الأكل لأن الطفل اللي عنده قابلية تساوص لأن فيه ناس عندها وفيه ناس ما عندهاش اللي عنده قابلية تساوص ممكن يبتدي بعد الأكل بنصف ساعة يبتدي البروسيس تشتغل التساوص يعني عملية التساوص عملية التساوص تشتغل بعد الأكل بنصف ساعة بالضبط فأنا أكلت النهاردة ساعة عشر الصبح وأقرب مرة هنظف بعديها هتبقى مثلا الساعة 8-9 بالليل فالحصل حصل بالضبط فالتنظيف مهم وزي ما اتفقنا دول المرتين بس نوع الأكل اللي احنا بنتناوله أصناء اليوم المحتوى السكري طبعا ده مهم قد إيه فيه سكر والسكر مصنع طبعا أسوأ وقد إيه عندها قدرة على أنها تتلزأ على السنان زي البنبوني والتوفي الحاجات اللي بتلزأ في السنان بالضبط يعني ما تيجي نقول مثلا الفارق من عصير حاجة بتمشي بسرعة وحتة توفي أو أي حاجة أو حاجة من الحاجات اللي هي بتلزأ في السنان بتلزأ طبعا دي أسوأ بكتير فتناول السكريات طول اليوم بيضايع مفعول التنظيف اللي احنا عملناه مصبوط الصبح وبالليل ونقطة تانية برضو لازم نعرف نقولها أنه أنا ممكن أقول والله أنا هنضف الصبح وبالليل وزي ما في التقرير كده بنقلد الأولياء والأمور دي نقطة مهمة لكن طبعا لازم برضو نحط في دماغنا أن طفل عنده ثلاث سنين أو أربع سنين ممكن يبقاش عنده المهارة الكافية أنه يفس السنان صحا مظبوط فلازم الموضوع ده يتم بقى تحت إشراف صحا يعني الأم لازم تتأكده وانت يديره بعد كده هو عشان يتعود لكن عشان أضمن أن الحكاديبش مظبوط وأن كل حاجة نطفت مظبوط لازم إيد الأم هي اللي تعمل المطلوب